في خبر يعني برضو حلو جداً عندنا كأس العالم للرماية انطلق النهاردة الصبح في مصر كأس العالم للرماية الرماية ايه بقى البندقية والمسدس ليه اتنين مش واحدة انطلق النهاردة الصبح الخبر بقى الجميل انه بتلاعب من مدينة مصر الدولية العلعاب للمبيا بالعاصمة الإدارية خبر الحقيقة جميل جداً خبر حلو جداً ان البطولة مش بتلاعب بس على أرض مصر كأس العالم للرماية لا بتلاعب على المدينة اللي كلنا كلنا ان شاء الله فخرين بيها وهي مدينة مصر الدولية العلاقة بالأولومبية واللي يتم انشاءها في العاصمة القدرية واللي كنا نتمنى من زمان يبقى عندنا مدينة أولومبية زي دي تؤهلك لاستضافة الأولومبيات ليه ما نحلمش مصر تستطيع مصر نظامت قرب التلاتين حدث عالمي حدث عالمي في الألعاب نظامتهم أول بداية كان بطولة العالم للكرة اليد لو تفتكروها في يناير وتتوالى بعدها البطولات العالمية ومش كده بس وشجعنا العالم كله ان يراجع الرياضة في ظل جائح الكورونا وعايز أقول لكم ان مصر تستطيع مصر تقدر السنغال بتنظم بطولة العالم بطولة أولومبيات للشباب مصر ما تقدرش طبعا أكيد هتبقى حاجة كويسة في أفريقيا وكل الاحترام أكيد مصر تقدر تنظم أولومبيات للكبر وتبقى أول دولة أفريقية تنظم أولومبيات نقدر أو نقدر في سمعنا أخبار ان الدولة المصرية بتسعى لده والمزارة الشباب ورياضة بتجهز ملف محترم آه لأ ونحلم وهنساند ومصر تقدر أولها مدينة مصر الدولية العابة اللومبية مع البنية التحتية اللي عندك اللي تم تطويرها كمان صلاة برج العرب صلاة الدكتور حسن مصطفى شوف أنا بقول لك بقى حاجات بقى بره للمدينة اللومبية عندك استاذ القاهرة اللي تم تطويره صلاة واحد اللي تم تطويرها وتحدثها وبشكل كبير بطولة العالم اللي فات لكرة اليد كل البنية التحتية اللي تم تحدثها مع البنية التحتية الجديدة اللي ضافت الضافت للبنية التحتية الرياضية في العاصمة الإدرية نقدر ننظم أولومبيات نحن نحلم نستطيع مصر تقدر تعمل أي حاجة مصر تقدر تعمل أي حاجة في الرياضة كل التوفيق ان شاء الله للاعبتنا اللي بتشارك في الرماية البطولة من 27 فبراير كأس العالم 27 فبراير لحد فيه الغد 8 مارس واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري ان البطولة بتشهد وجود المنصنفين الاولى على مستوى العالم حاجة جميلة جدا وده هيكون احتكاء كبير للاعبة منتخبنا ونقدر نزود خبراتهم من البطولات العالمية بالبطولة دي واكد ان البعثات اللي حضرت لمصر اكدت ان المايدين معمولة على اعلى مستوى الكلام ده يعني بص الكلام ده الحقيقة بيخلينا نتفائل وانهم مبهورين باللي شافوه في الخدمات الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة كل التوفيق لمنتخب مصر للرماية البندقية والمسادس في كأس العالم اللي انطلق النهاردة صباحا